أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا اليوم جلسة عمل للترويج العالمية اتفاقية الحماية المادية المقدلة للمواد النووية والاتفاقية الدولية لردع أعمال الإرهاب النووي بمشاركة اليمن ممثلة بأمين عام اللجنة الوطنية للطاقة الذرية الدكتور عبدالله الشامي وتناقش الجلسة على مدى يومين اتفاقية ردع الإرهاب النووي والفوائد المكتسبة من الانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية المعدلة وغيرها من المواضيع المطروحة في جدول الأعمال